اشتركوا في القناة بعد ان سجل وحدهما يعادل الاسابيع السبعة السابقة حضر تجوال جزئي واغلاق للمحال والمراكز التجارية يصبح كليا في يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع هي بعض اجراءات السيناريو الثاني لتعامل مصر مع الازمة التي تحذر من صعوبة مرحلتها الثالثة وتشدد على ضرورة التزام المواطنين لتجنب الدخول اليها لكن يبدو ان التعامل مع هذه القرارات لا يزال نسبي بين الناس في الشارع طول ما الناس بعيدة عن بعضها في البيت زي برد مش هتفر كدير انا كنت شايف ان الحظر الكامل هو كان حيبقى افضل كان حيقلل في نسبة حتى الوفيات بالطبع مصر كغيرها من الدول التي تأثر اقتصادها وقطاعات اخرى بانتشار هذا الوباء وان لم يتم حصر خسائرها حتى الان ولكن السياحة والبرصة وسعر صرف الجنيه كانت ابرز النماذج المتأثرة وفي المقابل كان لمصر نصيب من التحسن اللافت في جودة الهواء الذي طال العالم بسبب اجراءات الحظر لمواجهة الوباء التلوث قال والمصانع طبعا والطيران وكل الحاجات دي كلها كان لها عامل كبير جدا طبعا مصر من جزء من العالم واكيد التلوث في القاهرة قال كتير تمر الساعة والايام ببطء شديد تحمل معها كل يوم رقما جديدا به خانة للموتى وخانة للاصابات واخرى يشع منها الامل بزيادة عدد المتعافين من هذا الفيروس لكن المستقبل القريب لا يمكن التنبؤ بما يخفيه رغم الاستعداد حتى للأسوأ في مثل هذه الأيام من كل عام كانت مصر تستعد لفرحة أعياد الربيع والقيامة واستقبال شهر رمضان لكن كل شيء يبدو مغايرا غابت التقوس والمظاهر المعتادة وتحول انتظار العيد إلى ترقب تطورات انتشار الوباء مع أمال بانفراج الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها محمد محيد دين الحرة القاهرة اشتركوا في القناة